بعد نهاية حفل الكرة الذهبية سنعرض لكم في هذا الفيديو أكثر اللاعبين الذين كانوا يستحقون الفوز بالكرة الذهبية يوماً ما الفرنسي تيري هنري الهولندي أرين روبين مع باير ميونيخي الفرنسي فرانك ريبيري رفقة باير ميونيخي الأرجوياني العضاد لويس سيواريز رفقة برشلونة الإسباني زرقاء اليمامة تشافي هيرنانديز رفقة برشلونة الإسباني الرسامي اندريس أنيستا رفقة برشلونة الإسباني سيرجيو راموس رفقة ريال مدريد الألماني المهندسي توني كوروس رفقة ريال مدريد البولندي الهداف روبيرت ليفاندوفيسكي رفقة باير ميونيخي الألماني الحارس مانويل نوير رفقة باير ميونيخي الإسباني الحارس إيكر كاسياس رفقة ريال مدريد أسطورة الدفاع الإيطالي باولو مالديني رفقة الميلاني الأسطورة الحية المصري محمد صلاح رفقة ليفاربول الإسباني الهداف فرناندو توريس رفقة ليفاربولي السلطان السويدية زلتاني أبراهيم فيتش رفقة الميلاني الهولندي كاريلي سيدورفا رفقة الميلاني الهولندي لويس شنيدر رفقة ترى ميلان الإيطالي أندريا بيرلو رفقة الميلاني الحارس العملاق الإيطالي داجي داجي بوفون رفقة يوفينتوس وأخيرا البرازيلي الغدار نيمارو جونيور رفقة برشلونة من هو اللاعب للدي كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية من بين هؤلاء؟